ما تكون سنوات التقاعد فرصة للعودة إلى الهواية التي تركت بسبب ضغوط العمل وهو الحال بالنسبة لسيد محمد داح الذي عاد إلى شغفه الأول الرسم كيف لا وهو خريج مدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة لنتابع هذا البورتري معكم محمد دوداح متقاعد هاوي في الرسوم الألوان الزيتية جزت على المدرسة الفنون الجميلة جزت على المدرسة اللي هي الباطمون يعني راشيتكتورون جنرال وكانت هذه الهواية هذه ما الصغر ما الصغر يعني طورت حتى يعني أصبحت يعني كحاجة يعني فنية في يدي في الصغر تاعي كنت حاب يعني الرسم هذا يعني الرسم هذا يعني يقالوا لي علاش عندك يد ما شاء الله وبطاق قال لي هلش ما تدخلش هلش ما تدخلش لي بوزر يعني قدرت دخلت قريت يعني تلت سنوات في تيلي مني في ليكول ناسيونال لي بوزر كانت هاد ليكول كنات هادية تاع الباطيمون خديت من عندها ديبلوم كم بروشتيرون راشيتكتور لما بديت نخدم أعطوني لتيتر تاع لتياس تكنيسين سوپيريرون باتيمون خدمت به في الشركة إلى أن خرجت متقاعد ولما خرجت متقاعد يعني أرجعت جيت أبليجي باش نعاود نرجع لهاوية تاعي اللولانية ليهو الرسم ما عنديش هاديك طبيعة تاعي نربع يدي لازم عندي حاجة في يدي لازم نخدمها نستعملها ليهو هاد الهاوي الرسم هذا ليهو الإمبريسيونيست موسيقى 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 ليهو جلبني بزاف يعني من ناحية كان يخدم بزاف الرسوم تاعلي هي كما القصبة كما تشوفي مثلا غردي او الا الواد او الا يعني تشوفي الرسومات بزاف هادهوما يميل اليهم بزاف أنا أخذتني هذه الحرارة نحب أن نعاود نرسم هذا الرسم ونعطيه طبعاً وحد آخر نميل بزاف للأمور التي هي تاريخية تاريخية كما عندي مثلاً الانسيان بورتع بيجايا وهي ذوكاتيك الافوت الافوت لو كانت روحي البيجايا تصيبها ذوكاتيك حوطو عليها جنينة وهي عندها تاريخ أماكن وحد آخرين عندي كما لكالاركوتو تراجعون عندي مثلاً كما غردايا رسمت فيها يعني عدة مرات يعني في عدة أوجه نستعمل سورة الله رابين تيرانويد رابين تيرانويد نستعملها بزاف كما الفيزان هذا نستعمله بعض الوقت هكذا يعني بالقالم الرصص بالقالم الرصص نستعمل تاني للاقواش هذه لوحة زيتية مأخوذة من منطقة قبائلية هي منطقة يعني قريبة الجرجرة هنا يا راني نشوفو كما الجبال الجبال هذه الجبال اللي راني نشوفو فيها هنا اللي راني نخدمو فيها يعني ذوك هنا يا تشوفو كيفاش تغطيها يعني حولية من الثلوج فيها بعض المساكن هنا بعض المساكن و بجوارها يعني أشجار تاع الزيتون يعني كلها طبيعة يعني خلابة يعني با الامتياز كما يقال كما يقال جسو انتران دفغل ان رمبلساج في الطوال التاعي يعني با يتباني الألوان ما بين أخضر والأزرق والرمادي إلى آخره ولكن من بعد لما نخلص كامل الطوال التعمر كامل هنا نبدأ ندخل في اللي دي طاي يعني نخدم واحد وبعد نقعد شهر شهرين هكذا كنباك نعود نزيد نخدم واحد آخر تقريباً واحد 14 هكذا 14 مطابلو كين منهم اللي عجبوهم الناس يعني تباعوا كين منهم هديت هديت منهم أني نوجد يعني كما قولوا بعض اللوحات الزيتية اللي حبيت ندخل بهم المعرض حبيت تاني نكون يعني كمؤلم لهذا الفن هذا هذا الفن هذا لهم خصوص بزاف هنا في الجزائر هذا كامل يعني نقدر نديره في موحيط واحد يعني يتشبه أنا ما خرجت شما في الميدان قعدت في الميدان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة